بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في حلقة النهاردة ان شاء الله عن قصة فيلم فيلم لمؤخزة الجزء التاني اول حاجة هنقولها عن تفاصيل الفيلم انه هاني لما قات وقت الاجازة كان بيطلع مع صاحبه وكان بيخرج معاه مؤمن اللي هو يبقى معاز نبيل كان بيطلعه مع بعض في الليل وكان بيرجع البيت هاني متأخر قوي ومامته كان بتزعج فيه جامد لما كان بتشوفه راجع البيت متأخر قوي وكان بتقول لي بانه ما يطلعش تاني في الليل مع اصحابه ولكن هاني كان عنيد جدا وما كانش بيسمع كلام مامته ومؤمن صديق هاني كان لما بيطلع مع هاني كان كل يوم بيعرفه على ناج جديدة واصدقاء ووجوه جديدة قوي وهاني ما كانش يقدر يستغنى عني يوم من غير ما يطلع مع اصحابه في الليل وهاني للاسف اصدقاء السوء دول علموه شرب السيائر وبعد كده في يوم من الايام هاني شاف علي البلطقي بيضربوا فيه شوية عيال فعلي البلطقي اول ما شاف هاني رح استغاس واستنجد بي فهاني فرح قال علي البلطقي هو بيضربوه العيال قال الحقني يا هاني الحقني يا هاني وبعد كده هاني صعب وشفق عليه علي فرح هاني دخل في الخناقة دي وبعد كده ضرب العيال اللي كان بتضرب في علي ضربهم هاني ضرب جامد جدا لدرجة انهم خافوا منه وجريوا على طول وبعد كده علي البلطقي شكر هاني على اللي عملوا معاهده وبعد كده هاني هو وعلي بيقوا اعز الاصدقاء وبيقوا عاملين زي الاخواب بالزبط لدرجة انهم كانوا على طول بيطلعوا مع بعض هو مؤمن وكان واحد بيقوا شلة مع بعض ولكن الاسف الشديد كانوا شلة او اصدقاء سوء مع بعض لانهم كانوا بيشربوا سيجاير وكانوا احيانا بيتحرشوا بالبنات في الشارع وكانوا خربينها بالبلد كده يعني وام هاني كانت كل يوم بتتخانق مع هاني لما كان بيقع في انصاص الليالي فكانت دايما بتزعق وتتخانق معها بسبب موضوع ده وكانت بتقول لي وكانت بتقول لي بانه لما هتفتح مدرسة مش هتبقى فيه خروجات ابدا مع اصحابه ولا ليل ونرهار حتى فلما فتحت المدرسة هاني برضو كان بيطلع مع اصحابه وكان بيرجع البيت في نفس الموعيد بتاعة الاجازة وهاني ما كانش بيذاكر خالص وامه حاولت كتير بانها تمنع هاني من الخروج مع اصحابه في الليل ولكن الاسف الشديد ما قدرتش تمنع هاني لانه هاني خلاص حد بقعدت صحابه وبقيت عاملة معها زي الادمان بالزبط يعني ما يقدرش يستغنى عنها ولا لحظة وبعد كده هاني هو والشلة بتاعته كانوا عاملين زي العصابة في الفصل وما كانش في حد يقدر يكلمهم او يدوس لهم على طرف ابدا بس المدرسة كلها طلاب ومدرسين كانوا مستغربين ومستعجبين قوي بانه ازاي عالي البلطقي وهو وهاني يبقوا اصحابه وحبايب بعد ما كانوا اعداء واكتر اثنين بيكرهوا بعض زي ما شفنا في الجزء الاول وبعد كده هاني اصبح طالب مشاغب جدا في المدرسة وكله كان بيشتكي منه واصبح واحد تاني خالص غير هاني اللي احنا نعرفه في الجزء الاول حتى دروس خصوصية بطل ياخد وبطل كمان المذاكرة حتى في نهاية الترم لما النتيجة ظهرت هاني جاب ملحق في مدتين عشان مش بيذاكر وامه اول ما سمعت انه جاب ملاحق زعلت جدا لدرجة انها بطلت تكلمه من شدة زعلها عليها وبعد كده لما قد ترمي التاني في طالب يديد يا فصل هاني والطالب اليديد ده كان اسمه شازلي عبدالقادر فالمهم شازلي لما شاف اللي بيعملوا هاني هو وشلته مع قبوش الحال فشازلي طالب بيحض الحق والعدل في كل حاجة وفي نفس الوقت كان طالب عنيد وبتاع مشاكل فشازلي اتخانك مع هاني هو وشل بتاعته ولكن طبعا الكترة تغلي بالشقاعة فطبعا شازلي ضرب هاني هو وشل بتاعته ولكن بعد يوميا بالزبط شازلي طلب من هاني انه يتخانك لوحدهم من غير شل بتاعته وراء المدرسة يعني واحد قصاد واحد زي ما بيقولوا فوافق هاني على طلب شازلي فبعد ما المدرسة خلصت اجتمع مجموعة كبيرة من الطلاب خلف المدرسة عشان يشوفوا خناقة هاني ضد شازلي اللي حتبقى كل واحد لنفسه فلما هاني يتخانك مع شازلي الوحده هاني ضرب شازلي وغلبه ولكن خلال الخناقة دي تحدث كارثة غير متوقعة ابدا وهي انه هاني خلاله هو بيضرب شازلي فجأة يوقع شازلي على الارض ويغمى عليها من اثر الضرب فهاني وكل التلاميذ الوقفين لما وقع شازلي على الارض واغمى عليها هاني والكل افتخروا انه مات فراحوا يقريوا على طول من كتر الخوف وهاني خاف اشد الخوف لدرجة انه كانت دقات قلبه سريعة جدا من كتر الخوف وهاني من كتر الخوف ما عرفش يقري فوقف مكانه فهاني بسبب الموضوع ده لما الموضوع وصل لاولياء الامور والمدير ولما شاز راح المستشفى وخفوا كل حاجة تاني يوم بالزبط بسبب الموضوع ده المدير فصله انهائيا من المدرسة فصل هاني واخذ جواب او ورقة فصل من المدرسة وامي هاني اول ما شافت ورقة فصله من المدرسة راح اضربت هاني بالقلب على وشه بكل قوتها وقالت لي بصوتها العالي ده اخر التربية فيك هاني انك تبقى طهلب بلطقي وبتفتري على زمائلك هو ذا الادب والاحترام اللي انا علمت ليك انا وباباك فرح رد عليها هاني هو وبيبكي امار انت عايزة يا ماما انه افضل على طول ضعيف ولا مؤخزة عايزة افضل الكل بيضرب فيها اللي ما يسوى واللي ما يسواش بس لما بجيت قوي وحمرت حيني الكل احترمني وعمل لي الف حساب يبقى كده الطريق اللي انا ماشي فيه ده هو الصح لانه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده الادب والاحترام مش بيجيبه نتيجة مع الناس في اخذ الحق فراحت ردت عليها امه هي مبتسمة وقالت يا هاني بالادب والاحترام تجيب حقك من اي واحد في الدنيا يعني عكس كلامه خالص لانه من غير الادب والاحترام يبقى كده الانسان بيضيح حقه وبعدين الطريق اللي انت ماشي فيه ده عاجبك فيها عاجبك انك انفصلت من مدرستك من مدرستك وبجيت فاشل وصائع كده فراح هاني اول ما سمع الكلام ده اتحرج من امه وبس وحط وشه في الارض فراحت قالت لي امه يا هاني انا من بكرة رايحة اقدم لك في مدرسة حكومية غير اللي انت كنت فيها دي بس اوعدني من دلوقتي انك اول ما طروح مدرستك تنسى صحابك الفشل دول وترجع هاني بتاع زمان ابني اللي انا اعرفه وكمان ترجع مستقيم وزي الالف وتزاكر ها توعدني يا هاني فراح هاني بابتسامة كبيرة قال اوعدك يا ماما وبعد كده امه من كتر الفرحة حضنت هاني في اللحزة دي وبعد كده ام هاني راحت قدمت قدمت لي في مدرسة حكومية غير بتاع الزمان دي وهاني راح المدرسة اليديدة ورجع تاني زي الاول زاكر وبطل يقعد مع شلوته الصيعين دول وبعد كده هاني لما قاعد كام يوم في الفصل بتاعه في طالب اسمه عثمان كان دايما بيغلس ويحارن على هاني وكان طول الوقت بيفضل يلقه عليها بالكلام بالسبب الاضطهاد الديني فراح هاني تعصب وتنرفى جدا بسبب موضوع ده لدرجة انه كان خلاص حيضرب التلميذ اللي اسمه عثمان ده ولكن قبل ما يعمل كده ويضرب عثمان هاني راح افتكر كلام امه لما قالت لي بانه بالادب والاحترام تقيب حقك من اي انسان في الدنيا فراح هاني في نفس الوقت ده راح عندي المدير وشكى لي على التلميذ اللي اسمه عثمان ده فالمدير اول ما هاني شكى لي على اللي بيعملوا فيه ده راح المدير في نفس الوقت ده امر انه يجيب ليه التلميذ اللي اسمه عثمان ده فالمدير اول ما قد عثمان في مكتبه فضل يضرب في عثمان لغاية لما خلاه يبكي وبعد كده المدير بعد ما ضربه وادبه خلاه يعتزل لهاني عن اللي عملوا فيه ده وفعلا عثمان من كتر الخوف والضرب اعتزل لهاني وباص راسه كمان وفي اللحظة ده هاني حص فرحة شديدة جدا لانه كلام ما تطلع صح بانه بالادب والاحترام تجيب حقك من اي انسان في الدنيا ولكن المشكلة هاني لما طلع من المدرسة رأى عثمان كان منتظره برا عشان يضربه وياخد حقه ولكن لما تخانق عثمان مع هاني عثمان ما قدرش على هاني وطبعا هاني هو لضرب عثمان وفي اليوم الثاني عثمان جاب ابوه امعاه في المدرسة بسبب الضرب الشرس اللي اخده من هاني انبارح وابو عثمان رأى عند المدير وشكه على اللي حصل لابنه ده من زميله اللي اسمه هاني فالمدير في اللحزة دي طلب احضار الطالب هاني عشان يشوف مين غلطان فيهم فهاني اول مجاه راح قال للمدير فهاني اول مجاه في مكتب المدير راح قال المدير لي ايه ده هاني مش انا مبارح جيت لي جبتي ليك حقك من عثمان ايه لازمتها بقى انك تستنى في الشارع وتضربه وتخل وشه كل شوارع بالشكل ده فراح قال لي هاني لا ابدا والله يا حضرة المدير انا مبارح لما طلعت من مدرسة لقيت عثمان هو اللي مسانيني وحايز يضربني فانا اول ما شفته بيضرب فيه ضربته اصلي انا مضطر انه احمل كده اصلي حقه اذا تفرج عليها انا حضرة المدير عثمان لما كان بيحارن علي ويغلس رفضت انه اكلمه ولا اضربه حتى وجيت في منتهى الادب والاحتمال وجيتك يا حضرة المدير في منتهى الادب والاحترام والزوق وشكتلك على اللي بيحصل منه يبقى كده بالله عليك انا غلطان في حاجة حضرة المدير فراح قال ابو عثمان لهاني قال لي بابتسامة كبيرة جدا قال لا مش غلطان في حاجة يا حبيبي ابني هو اللي غلطان احنا اسفين جدا ليك هاني وبعد كده المدير هو ابو عثمان صالح وهاني هو وعثمان وخلوا الاثنين بقوا اصحاب وحبايا وهاني في اللحظة دي فرح جدا لانه حس فعلا انه الادب والاحترام لانه حس في اللحظة دي انه الادب والاحترام بيجيب حقه من اي انسان زي ما قالت امه ومن هنا ينتهي الجزء الثاني من فيلم لم اخذه اتمنى رب ان الحلقة واحداث الفيلم تكون عجبتكم اعزائي المشاهدين وتكون يا رب استمتعتم باحداث وتفاصيل حلقة النهاردة والى اللقاء في الحلقة القادمة باذن الله عزيز المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل الله لتدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته